سؤال 22 سؤال نهاية المتتالية معرفة بالتكامل الحقيقة هو سؤال سهل إلا تماعنا مزين تمرين السؤال يقول نعتبر المتتالية المعرفة كما يلي UN تكامل من الن زائد واحد دي الأكسبونانسية دي X على الن دي X السؤال وش النهاية ينتعي أنه أم صفر أم واحد أم أ هنا مدام التكامل دي دال لا يمكننا لقاء الدالة الأصلية فأحسن طريقة هو نحسبه بعدها هذا UN شنو هي إذن مدام الدالة الأصلية أنتها إكسبونانسية X على N هي إكسبونانسية X على N على واحدة لأن لأنه ندي على شكل AX بحيث A هو واحدة لأن من نسبج بأن المتينة على التكامل هو X و N مزرد عدد ثابت إذن بعد الحساب يعطينا هذه النتيجة طبعا هذا واحدة لأن نعوضه بN زائد واحدة لأنه يعطينا هذه النتيجة طبعا نعمله بN لأنه نعوض هنا X بالقيم N ثم N زائد واحدة لأنه نعمله بE لأنه إذا فرقنا المقام تعطينا واحد زائد واحدة لأنه يمكننا نعمله بE فقلنا إكسبونانسية واحدة لأن نقص واحد من بعد هذا التعميل الآن كي نحسب هذه النهاية للاحظة واحدة لأن هذا كي يعني مباشرة كأن جواب التعبير كي يخترب بالنوحة خاصية هاملة على الإكسبونانسية فيما يخص النهاية هذه النهاية واحدة لأن فها تعطينا هذه بدم أن تشيل بلسافينة واحدة لأنه يمشي للصفر هتبليد على شكل إكسبونانسية T موانزة على T بحيث T يأول إلى الصفر ولكن نعرف أنها تعطينا واحد لذلك هذه النهاية هي E هذا يعني أن الجواب الأول غير صحيح ولا لا الاختيار الثاني ولا التاليث بل الجواب الأخير هو الجواب الصحيح ولذلك قلت في بداية أن هذا سؤال حقا سهل المقارنة مع الأسئلة السابقة